يتوجه وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبدالعاطي اليوم إلى جيبوتي ومقديشيو على أولى رحلات خطوط الناقل الوطني المصري ذلك تتشيدا لخط الطيران المباشر بين مصر وجيبوتي ومقديشيو وهذا بمشاركة وزير الطيران المدني سامح الحفني وممثلين عن عدد من الجهات المصرية المعنية ذكرت وزارة الخارجية في بيان أن عبدالعاطي سوف يعقد جلسة مباحثات مع نظيري الجيبوتي في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين الجانبي ثم يتوجه بعدها للعاصمة الصومالية مقديشيو حيث سيعقد جلسة مشاورات ومؤتمر صحفي مع وزير خارجية الصومال احتفالا بهذه المناسبة الهامة ولبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين والتنسيق بشأن عدد من الملفات الهامة ذات الأولوية